وجهت الحكومة بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد أنه يتم تنفيذ مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة والموزعة على 52 مركزا ويستفيد منها مليون مبنى في القرى المستهدفة وبتكلفة تبلغ أكثر من 5 مليارات و800 مليون جنيه وتقوم بتنفيذها الشركة المصرية للاتصالات تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال 18 شهر